اشتركوا في القناة فيديو النهاردة يعتبر سر من الاسرار اللي بتتدفع فيها فلوس كتيرة جدا جدا للربحة من جوجل ادسنس عشان كلا لو انت مهتم حرفيا بالمجال ده ما تبخلش علينا باللايك وشير وكومنت وابنصحكوا انكم تكملوا الفيديو للنهاية حتى لو اتصرعوا الفيديو مش مشكلة اما حاجة ان انت تسمع الفيديو للنهاية هتطلع منه بمعلومة قيمة جدا جدا هتفيدك في مجال جوجل ادسنس سواء كان على يوتيوب او على المدونات او على التطبيقات الخاصة بادموب فيديو النهاردة مناسب لكل الفيئات ومش تتسع فيه ولا سنت واحد يبقى تابعني هرجع لك مرة تانية اهلا بيكم مرة تانية ومن غير مطول عليكم انا هخش في شرح النهاردة دايريكت على طول لو زهكت من الواحد سنت والاثنين سنت والخمسة سنت حتى اسعار نقرات في جوجل ادسنس وعايز تبدأ ان انت تعلي سعر النقر بتاعتك بطريقة فعالة وطريقة قانونية غير كل الفيديوهات اللي نزلت على اليوتيوب قبل كده بتتكلم عن زيادة سعر النقر يبقى فيديو النهاردة هو المناسب لك هتديك سر من اسرار الربح من جوجل ادسنس اللي بيتباع برا باسعار كبيرة جدا جدا ومحدش شرحه قبل كده في المحتوى العربي يبقى بعد اذنك لو انت مهتم بالموضوع دا حرفيا كمل معي الفيديو للنهاية وما تبخلش علي بانك تعمل لايك اللي موجود تحت الفيديو دا على طول دوس لايك بعد اذنك طبعا واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان وصله كل جديد من محتوى القناة النهاردة هعلمك الطريقة اللي اشتغلت عليها انا فترة كبيرة جدا جدا من يوم ما نزلت الفيديو الاول من تقريبا سنة لحد النهاردة وبحصل على او حصلت على اسعار نقرات بتوصل للواحد واثنين دولار للدول العربية زي مصر وسوريا والمغرب وتونس واردتك قبل كده اسبتات كتير وهحاول ان انا اجبلكوا الاسبتات دي في الفيديو اللي انتو بتشوفو دلوقتي اللي احنا هنحتاجه اداتين فيه ادامة فوعة وفيه ادامة جانية علشان الناس اللي معهاش ان هي تدفع فلوس لو انت معاكش فلوس عادي يكمل معايا الفيديو للنهاية ولو معاك فلوس وعايز تستثمر اكتر يبقى برضو كمل معايا الفيديو للنهاية لان الموضوع دا حرفيا هيفيدك وهيوفر عليك كتير جدا جدا اولا خليني اعرفك ازاي تحصل على سعر النقرة عالي مش اي حد يخش عندك ويدوس على اي اعلان عندك حتى لو كان السعر بتاعه عالي يبقى انت كده هتحصل على الواحد دولار سعر النقرة او الاتنين او التلاتة او العشرة اتكلمنا قبل كده عن مجالات كتيرة في القناة وقلنا ان سعر النقرة على الكلمة دي مسلا عشرة دولار فهل لو حد دخل على الاعلان ده ودسع ليه هتاخد انت العشرة دولار ممكن وممكن لأ ازاي ممكن وازاي ممكن لأ هقول لك دولاك دي خلينا مسلا انت فاتح موقع برامك وبتتكلم مسلا عن برنامج اوبرا براوسر اوبرا براوسر اخش كده معاكم على موقع اوبرا تمام انت بتتكلم عن المتصفح ده فعملت موضوع عندك في القناة او في الموقع بتتكلم عن متصفح اوبرا فظهر للمستخدم اعلان خاص بكلمة اوبرا او بموقع اوبرا او بالشركة نفسها هي اللي عامل اعلان للبرنامج بتاعها فعشان انت بتتكلم في الموضوع نفسه الخاص بيها الكلمة المفتاحية للكلمة اللي هم بيستهدفوها في اعلان اوبرا هيظهر عندك فلما انا كيوزر داخل عندك عشان احمل برنامج اوبرا فلا جيت في اول المقالة بتاعتك اعلان للبرنامج نفسه وفيه كلمة تحميل او ده ودست عليها ودخلني على الموقع ده وحملت البرنامج كده انت هتحصل على سعر النقرة كله يعني لو كانوا حطين واحد دولار فانت هتحصل على واحد دولار لو كانوا حطين عشرة دولار فانت هتحصل على عشرة دولار هتقول ليه هقولك لانك اديت الغرض اللي هم يعني طلبينه هم داخلين على جوجل ادز بيقولولهم احنا عايزين تحملات عايزين فيه كده اي 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 او زكاء اصطناعي عاملية جوجل بيتتبع النشاط بتاعت بعد ما تدوس على الاعلانات لو انت دست على الاعلان وحملت يعني نفست الشرط فانت هتاخد سعر النقرة كله لو انت دست على الاعلان وجفلت الصفحة على طول فانت هتاخد واحد سنت اتنين سنت وممكن ما تاخدش حاجة خالص طيب ازاي يا محمد نعرف المواضيع او البرامج اللي واحنا شغال مسلا في نيتش التقنية ازاي نعرف البرامج اللي لها اعلانات على اه او جوجل ادس او جوجل ادسينس او جوجل ادورد زي ما تحب بسميها. واشتغل عليها ازاي في الموقع بتاعي. الطريقة اللي انا بقول لك على هذا الوقت دي طريقة اسمها وللأسف الشديد ما نزلتش قبل كده في المحتوى العربي لجوجل وانا هنازل ان شاء الله النهاردة علمها لك. هتبدأ تخش على موقعين. موقع ده موقع مجاني. وموقع ده موقع مدفوع. هاخد كده مثلا اللينك بتاع موقع اوبرا. وهخش كده على وحطه هنا وادوس على واجي على الموقع التاني اي اتش ريفس احطه هنا وادوس على ده مدفوع ده مجاني ده مدفوع وده مجاني والاتنين تقريبا يعني مناسبين. ده ابقى الموقع ده مش مدفوع كله ولكن في حاجات اه يعني مش كله مجاني ولكن في حاجات مدفوعة. خلاص? طبعا هو بيظهر لك الخاص بالموقع نفسه. كل الحاجات دي احنا مش عايزين. احنا اللي احنا محتاجينه من الكلام ده كله. خلاص اللي هو بينفس عليها اللي هو بيظهر عليها بالاضافة الى الجوجل او الادورز والتانية دي اللي هي هتلاقى طبعا ان في الخانة دي خانة بيظهر لك الاعلانات اللي ظهرة في جوجل للموقع نفسه. يعني ايه? يعني التطبيق ده او بمعنى اصح الموقع ده بيظهر اعلانات في جوجل بالشكل اللي انت شايفه قدامك دلوقتي. بالشكل ايه? اللي انت شايفه قدامك. فانت تبدأ ان انت تستهدف الاعلانات دي عندك في المقالة بتاعتك. هتقول لي ازاي? هقول لك تروح تكتب مقالة عن برنامج ابرا وتبدأ تاخد الكلمات المفتاحية اللي موجودة وتبدأ تشتغل عليها عندك. طيب خلاص خلصنا من ابرا. خليني كده يا سيدي اخش على موقع تاني وليكن كاسبرو سكاي. تمام? ده برضو تطبيق. لو جينا هنا يا شباب دخلنا على كلمة بيد سرش. طبعا حلاوة الموقع ده انه بيجيب لك الكلمات المفتاحية اللي هو بيظهر فيها. وممكن كمان الكلمات المفتاحية اللي هو بيستهدفها في اعلانات جوجل اعتز. زي ما انت شايف دي كده الاعلانات نفسها. خلاص زي ما انت شايفين. اللي بتظهر في جوجل والفاليوم بتاعها والترافيك والكيوورد مش عارف والكلام ده لاخره. وده كده معدل الزيارات اللي داخلها على الكلمات المفتاحية. يعني الموقع نفسه او الخدمة نفسها بتعمل اعلانات. طيب ممكن تحدد مسلا الدولة اللي انت هتستهدفها. هتستهدف مصر. فانت ممكن تشوف كده ان هو بيستهدف مصر بالاعلانات دي. يعني الاعلانات دي هي اللي بتظهر في المحتوى المصري للزائر المصري. خلاص عايز تساعد في المغرب نفس النظام. بالطريقة دي. انت هتكتب مقالة عن اوبرا لما تظهر في محركات البحث والناس تخش لك من الكلمة دي. وتدوس على الاعلان بتاع اوبرا وتحمل منه. انت هتاخد السعر كامل للكلمة المفتاحية. دخلنا كده على كاسبر سكاي. هاخد برضو اللينك وهرجع كده في موقع عشان الناس طبعا عشان كلمة ميدي. تمام. وادوس كده على كده على انتر. واجي على الموقع التاني هنا واحط اللينك بتاعي. وادوس كده على انتر. طبعا انت هتعمل كده مع كل المواضيع اللي انت هتكتبها. ازاي? انت هتكتب في مجال التقنية تحميل برامج فانت هتخش على كل برنامج انت بتكتبه على الموقع الرسمي بتاعه. وتجيب الرابط وتحطه وتشوف هل الموقع ده بيعمل اعلانات على جوجل ولا لا. لو مش بيعمل عادي انت ممكن تشتغل عليه. ولكن احنا بنقول اننا عايزين اكبر قدر كافي من المواضيع اللي لها اعلانات على جوجل المستهدفة اللي هيظهر فيها اعلانات خاصة بينا. خاصة بالموقع نفسه او بالخدمة نفسها للزائر بتاعنا. اللي هو هيخش. كده كده الاعلان للموضوع نفسه. فلما يدوس على الاعلان ويحمل هو يعني ما اخسرش حاجة. هو استفات. وانت كمان استفد. طبعا الموقع بيعمل اعلانات وادي الاعلانات زي ما انت شاهد في ظاهرة قدامك دلوقتي. لو دخلنا على ونزلنا كده على هتلاقي برضو ان الموقع بيعمل اعلانات ودي تقريبا الاسعار. يعني ده سعر الاعلان او سعر النقرة على كلمة اتنين فاصل خمسة وستين دولار. نفس النظام واحد فاصلها تسعين اتنين فاصلها دو خمسين واش عارف ايه. لازم انتلوجين لازم انتلوجين وتسجل جوا الموقع عشان تلاقي كامل الكلمات المفتحية. الكلمات المفتحية التي تبدأ تضمنها عندك جوا المقالة بتاعتك وتشتغل عليها. تمام? آآ فيديو النهاردة لحد كده يكون انتهى. فانا هديك النصائح الشخصية اللي جدرت من خلالها احصل على آآ اسعار ما بين واحد لاتنين دولار في دول العربية كان مستحيل ان انا احصل منها على الاسعار دي زي مسلا دولة سوريا. نصيحة اولى ما يبجاش الموقع بتاعك كله كده. يعني ما تحاولش ان انت تشتغل على المواضيع دي بشكل كبير لان اكيد في ناس بتنفسك والناس دي يعني كبيرة. فهمة. الناس فهمة لان الموضوع ده زي ما قلت لك اول مرة يتشرح على يوتيوب محدش وصل له. فاللي فاهم هو الناس الكبيرة اللي معها بجيت كبير وهتنافس. فما تخليش الموقع بتاعك يموت بانه ينافس على الكلمات دي. طيب عايز تنافس على الكلمات دي في طريقة معينة كده انا اشرحها بازن الله في الكورس الخاص به الربح من انشاء موقع الايكتروني خش على هتلاقي كده البلاي لست الخاصة به الربح من انشاء موقع الايكتروني فيها تلات فيديوهات هنزل النهاردة فيديو بازن الله والفيديو اللي انت بتشوفه دلوقتي تتابع للقائمة دي وان شاء الله في بيديوهات تانية جديدة جاية في الايام اللي جاية. يبقى انت هتشتغل على موضوعين تلاتة من وسط خمسة. موضوعين تلاتة من وسط خمسة. طيب انت مش شغال في محتوى التكنية هتعمل ايه? مسلا شغال في مجال الصحة. فتبدأ تشوف مسلا يعني الكلمات المفتاحية الاعلانات دي مسلا بتزرر الايه? موقع مسلا خاص به السيدالة. فاكيد شركة الادوية نفسها بتعمل اعلانات فتخش على شركة الادوية تاخد اللينك بتاعها وتبدأ تشوف المنافس نفسه بيعمل ايه? هتتكلم على مواقع معينة نفس النظام. هتتكلم على خدمات معينة نفس النظام. خش على سوق دوت كوم نفس الفكرة. كل الكلام ده هيجي معاك ولكن بتشغيل الدماغ. بتشغيل الدماغ هتوصل له. وانا هسيبك تفكر اكتر من كده. واكفل الفيديو وما تدخلش علينا يا تقني باللايك وشيرو كومنتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة